السلام عليكم حبيبتي في قناتكم قناة باسمتي للتفصيل والخياطة في هذا الفيديو إن شاء الله طريقة التفصيل وخياطات الشال اللي راه دير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك راه دير ضجة كبيرة هات الشال المهم نعطيه لكم هنا كيش تخدموه بطريقة سهلة بأشياء تكون عندكم في المنزل بغير تكلفة هنا الشال موجود عندي في المنزل والباش خدمت البوني موجود عندي في المنزل ما شريت حتى حاجة حتى أنتم ما تقدروس خدموا بهالطريقة هنا شحال عندي في الطول متع الشال فيه متر وسبعين والعرض متاعه سبعين سنتين القياس متاع الشال والعرض حتى حتى القياسة قالت مشابه المعيدities شيعًا في البعض عندما كتيار اللي الانت؛ في المنزل وكان الفيديو يكون عندنا متاح الحادته فجام segment تقدروا تخدموه وحدكم والبوني باش تخدموه البوني يكون عندك بودي ما تحتاجيش كله شورت او اي حاجة في المنزل تدوير الملابس هنا كان عندي كله مشابه للون عفو انت على الشال اخدمت بيه نقدر نخدم بيه شحال من البوني والشال لما كاش عندك في المنزل تقدري تشيري تقدروا تشيريو تشيريو الكراب او تشيريو او تشيريو كين القماش تعليشال راه ينباع في المحلات هيا هنا نفصل الكلو هنا ما نحتاجوش يعني تدوير الملابس خدمت بيه البوني وتقدروا لما عندكمش تقدروا تشيريو بيزو بيزو المهم القماش يكون مطاطي هيا دورة الرأس هنا دي القياسات دورة الرأس عندنا خمسين سنتيم والعرض انت على الرأس ثلاثين سنتيم وتزيدوا هذيك الزوج سنتيم حق الكفة لما عندكمش تقدروا تشيريو كفة لكن لما عندكمش تقدروا تستعملوا الكفة بيزو بيزو كما نقولون ما يتنسلش هذا باش نخدمو به البوني يجي مطاطي هنا نديل الماكينة نديلها سورجي من الجوانب لكن كي تديروا حتى هو كي تديروا السورجي تكونوا تديروا السورجي تجبدو تجبدو لعندكم كي السورجي كي الخياطات دايما عندنا لقمش تعمل بيزو بيزو كي نكونوا نخيطو نجبدوه كي لا يتبزق كي لا يتبزق كي لا يتبزق ويقوله يتبزق وضيت على الماكينة قمت بتلك السورجي وقمت بتلك خياطة في الجهان الوسط هاي خياطة هنا وتخدموه بهذه الطريقة كما راني دايرتها كما ينخدم مع الشال هنا باش نتبته في الشال طريقة تتبيت البوني في الشال وكما عندكمش سورجي تقدروا تديروه غير خياطة هنا دايما تقصو الخيطة الخيطة ما نبغيهمش يقعدوه في اي حاجة هاي نولي نقلبه بهذه الطريقة شوفوا دايما نقول لكم عندكم كي تخيطو البيزو بيزو دايما نجبدو باش يبقى يجبد كما يكون كما يقعد وتخدموا جبت يعني يكون متا. هنا تبطوه في الشال على البوني سواحسين الأن تقبضوه في الجهان الوسط هنا نجب الوجاح تنمج على الشال قم يقطع الشال مع الضهر على البوني وكي تبض العالم تبLL بسو الشال يقوم كل واحد يجب أن أخبركم الوجه على البوني مع الظهر على البوني هنا تقبضوا الوسط في زوج كي الشال كي البوني لكي تبتو بالإيبانك كانوا عجبيني بزاف شدتهم وكانوا عجبيني قلت نخدم واحد أحسن من اللي نشريه بأغلى ثامن خدمتها واحدة الحاجة كي تكون دخل الجديدة تكون دائما عندنا غالية هيا هنا تديو 20 سنتيم ندرنا الوسط تديو 20 سنتيم جهة وتديو 20 سنتيم الجهة الثانية في زوج تقبضوا الجهة نتع الوسط و 20 سنتيم في زوج جهات هات الجهة 20 سنتيم شوفوا تدوروا المتر بها الطريقة تديو 20 سنتيم وتقبضوا بالإيبانك دائما تبتو بالإيبانك والجهة الثانية عفوان هنا هيا 20 سنتيم باش تخيطوا الشال في البوني هنا باش نخيط الشال في البوني هيا تبتتهم في الإيبانك وهنا نتبت الشال لازم نتبت الشال في البوني ونديله خياته هيا 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 هنا نتبتو بالإيبانك لازم لوجه انت على الشال مع الظهر انت على البوني هيا 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 ضجة كبيرة هاو خرج لي هنا تشوفوا دايمن كتل سقط ولي وتشوفوا باش يخرج لكم نيشان هنا حطيت على الرأس المنكا باش يبلكم بطريقة جيدة هنا باش تشوفوه نيشان بليران يمتبتتع على البوني نيشان يعني الوجه انت على الشال مع الدهر انت على البوني وتولي وتخيطوا تدوروا عليه خياطة فين تبتوا فين درتوا الإيبانك تما هذه البلاصة هي اللي تخيطوا فيها 20 سنتيم جهة و 20 سنتيم جهة يعني نديه 40 سنتيم في الدورة انت على الرأس هيا كملته هنا درت له خيطة خيطته سهل تقدروا تستعملوه حتى مشروع والمشروع انت علىه ناجح بالزافرة قلت لكم داير حالة هنا دايمن قلت لكم الخيطة هنا لبسوه للراس المانكة يجي في الراس يجي شباب بزاف المانكة ما يجي هاش كيمون لبسوه حنا يجي اروعة وحتى الشال شوفو تشال تخونس باغو كيت لبسوه ما يبال لكم الشعر يجي الشعر مستور يجي شباب تقدروا تستعملوه بها الطريقة وتخلي القماش خارج على برة وتزينوه تديرو لها تزين هيا شوفو تخلي 1-4 سنتيم او 6 سنتيم خارجة وتديرو لها خيطة في الدورة انت على الرأس تقدروا تستعملو به الطريقة وتقدروا تدخل القماش كلش لداخل البوني عندكم هالطريقة الاولى وعندكم الطريقة التانية وتقدروا تديرو تزين تديرو فصات او اي حاجة وهنا الطريقة التانية الطريقة التانية الدخلوقة هاشوفو يجي روعة يجي شباب بزاف عجبني عجبني بزاف وان شاء الله حتى انتم ما يعجبكم وتجيكم الطريقة سهلة وهنا تبتوه بالايبانك تديرو كما اللبسو الشارك وتلبسو كما تديرو الحجاب بتاعكم تخدموه بطريقة تانية مهم انا وريدكم كيش يجي فرست على المانكة المانكة شوية تعدب مشي سهلة كي تكون هكا في الارض تكون محتوطة جي شوية صعيبة هوا هنا تستعملوا الايبانك هادو روهم ينباعوه في المحلات هادو في بلاسة المساك باش ما تديروش المساك هادو روهم يديرو عشر الاف الواحد روهم موجودين الاخوات المغنية روهم موجودين في سيتيكادي يجيو شابين بزاف بلاسة المساك باش ما يديروش مساك هاي وطولي وتلبسو الخمار تعكم عاد هاي كملتا شوفو جاشبة انا غير عطيتكم هالطريقة ثم تلبسو الخمار تعكم كم اموال فين تلبسوه وتقدروا تديرو مشروع مشروع انتاحهم قلتلكم اراه ناجح بزاف المشروع انتاحهم اراه داير حالة في الاسواق البيع باش تبيعوه إلا درسوا القماش جديد وخدمتوه بيزو بيزو جديد يعني القماش يكون جايبينها من المحل تبيعو ستين الف سبعين الف لكن إلا خدمتو وحدكم تخدموا بطريقة اللي عطيتكم يجيكم اقل تكلفة ان شاء الله يعجبكم ومع السلامة وانتلقوا فيديو اخر ان شاء الله